طيب قبل ما نسيب مرحلة حلوان يعني بالتأكيد فيه قرائب لك كتير يعني من العيلة و هل ما زلتم على تواصل لأ يعني عيلتي يعني معظمها طبعا عندي أخت بس هي اللي بتكلمني لكن عيلتي بعد مرور كل هذه السنوات بعد وحتى علي توفى وكده وكده بس عيلتي أخاف أقولك تتخضي يعني هطولي مسدة سنة وقلت لهم لأ بس سنة بعدين بقى شوف بقى من الحاجات لما روحت بقى وسابوني والبوليس تدخل ومش عارف ايه قلت الله طبعا كنت قلت لهم طيب واتحكت عليهم ما عرفش يعني أنا واضحة ويعني يمكن عشان المسألة دي مسألة دخولك الاسلام وكده الناس ربطوها ان كنت عشت قصة حب مع المرحوم علي الشباشي وبسببه عمره أبدا والله الله يرحمه عمره ما قال لي حاجة أنا بقول أنا كملت مسيحياتي أنا حرة أنا حرة اعتقد يعني الاعتقاد ده حاجة محدش يقدر عليها يعني علشان كده كان عندي الصلابة لما في فرنسا جو بهت بحرب شعواء ضد يعني وضعي وضد أفكاري أنا صمت لأني مؤمنة بده يعني مش حد الداني فلوس بالعكس ده أنا كنت باخد 30 ألف فرنك مرتبة ترفت يعني ما عنديش مشكلة يعني ده ما أنا بعمل اللي أنا مؤمنة به هنتكلم عن هذه النقطة طب ما جاتلكيش يعني لحظات كده أستاذ فريدة يعني طب انتي فقدتي عيلتك فقدتي أهلك فقدتي عزوتك ما جاتلكيش لحظة ندم بص أقولك على حاجة يمكن أنا معرفش يعني أنت تقولي بس يمكن أن أنا اللي كنت بساعد عيلتي أنا اللي كنت بجيب لإخوتي كل حاجة أنا اللي كنت بدي لهم ويوجويا فلوس أيه بس أنت بتقولي أنك انت انقطعت عنهم انقطعت بعد ما تجوزت بس على فكرة حتى علي حبيب قلبي قال لي لأ بعتلهم أن كنت بتبعتيه لهم وإيه تبعتلهم لغاية لما بقى طبعا تخرجوا وعملوا كده يعني بس حالك بتقولي أن فقط وحدة من إخواتك بس اللي هي اللي بحس أنها بتكلمني يعني بصدق باخد بالك لكن التانيين آه يعني كانت كده يعني بس أمي في الآخر يعني بقت تقولي يعني تدعيني دعوات أنا رأيي أن هي اللي بتتحقق النهاردة يعني كانت دايما يعني ماتت الله رحمة رضي عنك جدا كنت تقولي إلهي ما يكفر ألمك طب حتى بعد ما بقتي يعني شخصية مشهورة وإعلامية كبيرة يعني ما تغيرش الوضع هو تغير بشكل إيه أنه يعني مثلا إيه اللي ممكن يستفاد من هذا يعني بس أنا يعني ما قعدت 27 سنة برة يعني قعدت 27 سنة في فرنسا متغربة عشان كده لما حتى أنا وعلي رجعنا ففي ناس يقولون الله إيه اللي هي رجعكم مثل تقولون إيه اللي ما يرجعناش ده هي دي هنا اللي بتنفس فيها